الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم سمنة مرأة وبيجيب ميك مرأة بنا قدم بيدمر نفسه بعجلة تبقى للكتاب هذا مريض تحميل مصر أنت محبة للسكريات وعملن لها تكمين معدة وخسط أنا مش هاخد قرار إلا لما هو ييجي لازم أخد قرار ولازم أعرف عدوه نسبة نجاح العملية متوقف عليه هو فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة استشاري جراحات المناظير كل الطب جامعة عين شمس عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة آي أف أس أو طبعاً اسم حولي الرحب بضيف العزيز الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم أهلا بك دكتور وليد منور الدكتور وسعيد جداً بهذا اللقاء أهلاً دكتور عين الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم على الحلول الجراحية والجديد في الحلول الجراحية بس قبل بندخل في الحلول الجراحية السمنة وبق أسري مشكلة أسرية الأسر كلها بتعاني آه طبعاً زي ما أنت قلت البيهيفيور أو طريقة الحياة هي اللي بتخلي الأولاد ويتعودوا على حاجات مش مظبوطة في الأكل والشرب والحلويات والشوكولاتات التربية نفسها والتربية هي نوع من أنواع التقليد هو بيقلد والده بيقلد والدته في الحاجات اللي هو بيعملها فهو طبعاً الفترة الأخيرة بقى فيه الفستفود بطريقة آه غير طبيعية بقى فيه ما بقيتش فيه الأسرة اللي موجودة زمان لمة الأسرة اللي هي ساعة الغداء فيه الأب والأم والأطفال موجودين ويجمعوا مع بعض عشان يأكلوا أكل مطبوخ في البيت فالأكل المطبوخ في البيت ده أكيد كان هو الأكل الهلسي لأنه هو كان عبارة عن خضار ولحمة بزيود طبيعية إنما طبعاً دلوقتي طبيعة الحياة اختلفت ويمكن هي دي لها دور كبير قوي إن هي أثرت على طبيعة الأكل هو مين دلوقتي بقى يطبخ في البيت الأسر بقيت فين دلوقتي ومتجمعها إزاي وبتاكل إزاي حتى الحياة الاجتماعية الجديدة وجود النوادي والخروج زود من الفاستفود وغير من طبعة الأكل وأنا أعتقد من وجهة نظري إن كان هو أثر في الحياة الصحية للمجتمع وده بالمشاهدة من التاريخ من الخمسينات والستينات لغاية لما دلوقتي إحنا في 2019 لو إحنا بنبص على إن أمراض السمنة زادت وأمراض القلب زاد وأمراض الشرايين وأمراض الضغط والركب وي 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 وأعزينا ده إن فيه زيادة في الوزن فإحنا جبنا قلنا السبب إن الأكل تغير هي أصلاً طبيعة الأسرة في تعاملها مع الأكل تغيرت على مدى الخمسينات لغاية دلوقتي الأسرة نفسها بقت متجهة للفاست فود الأسرة نفسها ما بقاش فيها التربط اجتماعي يخليها إن هي تبدأ تفكر في الأكل الهلسي والقصص دي كلها ده طبعاً زود من السمنة وزود من الأمراض اللي نتجع عن السمنة وطبعاً الحلول زي ما أنت قلت اللي هي الحلول كتير وبدأت الناس في الفترة الأخيرة وده الملاحظ يعني إحنا لو من 4-5 سنين كنا بنتكلم في نفس البرنامج عن عمليات السمنة وكان الموضوع قبل بنوع من أنواع الغرابة على أنها عمليات جديدة على المجتمع المصري والوطن العربي دلوقتي بقت منتشرة بصورة كبيرة جداً زيادة الوعي عن عمليات السمنة بقت عالية جداً والوعي عن الأعراض الجانبية بقى عادي جداً وأعتقد أن كل الناس دلوقتي لو قلت لها يعني إيه تكمين معده هتفهم يعني إيه تكمين معده و لو قلت لها تحويل مصار هتفهم يعني إيه تحويل مصار بس المشكلة برضو ظهرت كنوع من أنواع التطور للعمليات إن بدأ يبقى فيه لغط كبير في العمليات وبدأ يبقى فيه ناحية دعائية أكتر من الناحية الطبية اللي هي الأساس فيه اختراع العمليات دي يعني وقت ما قلنا إن إحنا بنعمل علاج للسكر عن طريق عمليات تحويل المصار ما قلناش إن إحنا اختراعنا حاجة لإحنا قلنا إن فيه عملية عملية اسمها تحويل المصار وبالصدفة اكتشفنا إن الناس دي بتخف من مرض السكر وبالصدفة لقينا إن مرض السكر ده من النوع التاني فدي حقائق علمية كمشاهدة للناس فبدأ بعد كده يزيد الإشعاعات واللغط الكلام على العمليات إن هي بتعمل حاجات تانية ودرسات مع أمراض تانية وبقى فيه لغبطة ناس بقت متلغبطة هو إيه التكميم والتكميم طب ليه آه عارفين التكميم بس طب ليه ناس بتزيد وليه ناس بتقل وبعد كده فيه ناس في الأوساط الطبية أو الإعلامية بتبدأ تتكلم بصورة سيئة عن التكميم أو التحويل طب هو ده ليه سلطة طبية أو معرفة طبية بالحالات هل هو تعامل مع العينين وعملوا دراسات عشان يقدر يقول إن التكميم ده بيعمل كذا أو كذا أو إن التكميم يحصل من التحويل أو إن التحويل ليه أعراض جانبية على المدى البعيد أو إن التكميم ليه أعراض جانبية على المدى البعيد فبدأ يبقى فيه لغة لدرجة النيه ده إذا تحدث غير متخصصين في الطبية عن العمليات تمام هيبقى فيه كلام مش مصبوط لأنه مش من واقع ناحية عملية مش تحصصه مش شغله آه فالموضوع دخل بصورة كبيرة في نواحي أعتقد إن هي يعني تجارية لحد ما أكتر منها طبية سينتيفك عايز أبدأ الأول بالجديد في عالم المناظير قبل ما نصور قلت لي إن دلوقتي فيه طرق حديثة لدخول المناظير يعني مثلا التكميم دلوقتي بيتعامل بأسلوب ربما يكون مختلف نسبيا على قبل كذا آه طبعا هو دايما إنه هو في التاريخ الجراحي للعمليات الجراحات في الأول كانت بالجراحات الفتح البطنه تتفتح أيا كانوا كان زمان معروف إنه اسمه استكشاف ومعنى دخول مريض قط العمليات ويتقالوا استكشاف ده بيعتبر يعني حاجة رهيبة بطاقة عليك قصعك إن بطنه تتفتح وبعد كده المرحلة التانية من الجراحات اللي كان هدفها إن إحنا نقلل الخط لإن إحنا لو اعترفنا إن الجراحة نوع من أنواع الخطة للجسم البشري وده حقيقي ضربة المشرط ترومة ما اسمها سيرجيكال ترومة هي سيرجيكال ترومة ترجمة الحرفية لها خطة جراحية خطة جراحية هي خطة العين بياخدها من أول فتحة الجلد لغاية قفلة الجلد فلو إحنا اعتقدنا في كده فإحنا بنعتبر إن إحنا هدفنا الأساسي كجراحين أو هدفنا الأساسي إن إحنا نعمل عملية بأقل ترومة يعني في أقل وقت يعني بأقل جروح يعني بأقل فتحات لدرجة إن إحنا لو لو عن طريق الفم قدرنا نعمل عمليات في الجهاز الهضمي وده ممكن يبقى موجود في المستقبل أو عن طريق الخيال العين من يبقى فيه كابسولات ممكن تتبلع تنزل لغاية الأمعاء في حتة معينة وعن طريق رمود كنترول تبدأ هي الكابسولة تعمل عملية ده نوع من أنواع الخيال لو إحنا وصلنا للدرجة دي يبقى إحنا بنقل للترومة فإحنا بنقل للخطة فإحنا بنخلي العين يرجع بسرعة هي دي نفس الفكرة في الحديث عن جراحات السمنة إحنا بنتكلم عن حاجة دلوقتي اسمها سينجل بورت أو إن إحنا بنعمل تكميم أو تحويل مصار عن طريق فتحة واحدة في البطن أو الترجمة الحرفية التكميم السري اللي هو بيتعامل عن طريق فتحة واحدة طب إحنا استفدنا إن إحنا نعمل عن طريق فتحة واحدة ده أول سؤال تاني سؤال هتتطرق للمشاهد اللي ممكن يفكر في تكميم معدى أو أي مريض يتفكر في تكميم هل لو اتعاملت بفتحة واحدة بتبقى لها نفس الإفكاسي ونفس الصورة يعني النفس الأصل اللي بتحصل في التكميم العادي رقم ثلاثة هل هي أمان لدرجة أن إنت تستغنى عن أربع فتحات موجودين وتستبدلهم بفتحة واحدة هو دي الأسئلة اللي ممكن تتطرق لأي حد لما نعرض عليه كلمة التكميم السري التكميم السري ما هو إلا تكميم بالصورة المعروفة إن إحنا بنستقصل 80% من المعدة ولكن بدل أربع فتحات بقت تتعامل عن طريق فتحة السرة بس طيب هو إحنا هل الألم ولو سألنا بقى هل فتحة السرة وهده التكميم السري ده طبعا فيديو أنيميشن إن إحنا بنفتح فتحة واحدة للعملية عن طريق آه عن طريق السرة وده الجهاز اللي بيخش في السرة يتحلينا إن إحنا ندخل منه قلتين والكاميرا اللي هو ده الجهاز بقى ده اللي بيركب على السرة بيخلينا يتحلينا إن إحنا يبقى معانا قلتين نشتغل بيهم والكاميرا طبعا عشان نشوف طبعا لأنه في الآخر هناك أدوات معانا لازم كمان لازم مصدر إضاءة ولازم آلات طبعا عشان نقدر نشتغل كل ده بيبقى على فتحة السرة سينجل بورت سينجل بورت اللي هو عن طريق فتحة واحدة إحنا ما فتحناش أي فتحات تانية طب ده بيقلل يعني ده إيه الفايدة اللي ممكن أبسط حاجة في الفايدة إن الألم هيبقى تقريبا أقل بدرجة الربع لأنه إحنا لو بنفتح أربع فتحات لو فتحنا فتحة واحدة الألم هيقل بدرجة الربع لأنه الألم مش موجود في الأعضاء الداخلية جوه البطن الألم موجود في الجلد فإحنا كده بنخلي الألم موجود في منطقة واحدة الحاجة التانية إن السرة تحدى ذاتها هي مش درجة الألم بتاعتها مختلفة عن درجة الألم اللي موجودة في بقية الجدار الأمام اللي هي الأنتير أبدو من الأول الحاجة التالتة إن طبعا هي فيها نوع من من أنواع اللاكجري كنوع من أنواع التجميل ومش كل الناس هتبقى في دماغها إن هي تعمل تكميم عشان نقلل الألم من فتحة واحدة قد ما فيه ناس تبقى مهتمة قوي إن ما يبقاش فيه نوع من أنواع الجروح حتى لو كانت الجروح بتتخيط بطريقة جمالية وبتعامل كلمات عشان تضيع كل الأثار الجانبية لها بس بتفرق معاها عدد الجروح فالتكميم السري الأهم من كده التجارب الشخصية للعينين إحنا قبل ما نعمل تكميم سري وقبل ما نبدأ نتكلم عنه بصورة علنية وإن إحنا فعلا عملنا عدد من الحالات كبير جدا زي ما أنا قلت لك قبل التصوير إن إحنا جبنا ناس وعملنا عليها الحالات عشان نشوف الرد الفعل ونشوف قراءهم هي في الآخر تكميم هي في الآخر تكميم تكميم بكل مميزاته بكل الأفانتش بتاعته وكل نتائجه الطبيعية الفكرة أنه هو عن طريق فتحة واحدة فإحنا شفنا أراء الناس اللي عملت عمليات عن طريق التكميم السري مقارنة بأراء الناس اللي عملت عمليات عن طريق التكميم العادي اللي عن طريق أربع فتحات ومن ناحية الألم ومن ناحية الريكافري يعني على سبيل المثال التكميم السري ده بعد ساعتين العيان ممكن يروح فول كونشيس ما فيش أي نوع من أنواع الألم كأنه ما عملش عملية لأن الأساس في التعب هو الألم بعد العملية إحنا في الأول حاولنا نأثر من وقت العملية لغاية لما وصلنا أن التكميم ممكن يتعامل في 30 دقيقة وده قلل نوع التروما على العيان فبيخلي العيان 3-4 ساعات ويبقى خلاص يرجع لحياته الطبيعية وفي تاني يوم بيخرج لما قللنا من عدد الجروح عن طريق أن إحنا استعملنا التكميم السري من فتحة واحدة ده طبعا قلل الألم بسورة كبيرة جدا فخل العيانين يرجعوا للحياة الطبيعية بعد 3-4 ساعات من العملية إيه الإمكانيات اللي لازم تكون متوفرة عشان نعمل سينجل بورت يا طبعا مهارة الجراحة يا رقم واحد لأن أنت تعمل عملية بالمنزار في البطن عن طريق خمس فتحات أو أربع فتحات على بعد مسافة من البطن بتدي نوع من أنواع الاتساع في الحركة إنما لما تبقى عن طريق فتحتين بس اللي هي موجودين في فتحة واحدة اللي فتحة تسرة فبتحتاج تدريب معين الحاجة التانية طبعا الألات اللي تبقى موجودة لأن مفيش حاجة هتكتمل إلا بوجود الألات بتاعتها يعني البرت ده بورت مخصوص معمول عشان التكميم السري معمول عشان فتحة واحدة سينجل بورت مختلف تماما عن باقيات البرتات اللي موجودة اللي هو المدخل اللي أحنا منخش به ده ده قلة معينة حاجة التالتة نوعية الدباسات يعني طريقة دي في التكميم بتخلينا مجبرين على استخدام نوعيات دباسات معينة مش شركات لأ دباسات لها قدرة معينة على إن هي الدباسة ممكن تيجي مين أو تيجي شمال بحيث أني تديني range of movement حرية في الحركة جوه البطن عشان تقدر تتحرك في الاتجاه اللي أنا عايزه بالزبط وأقدر أدبس عشان تطلع الأنبوبة في آخر العملية universal diameter يعني من أول فوق لغاية تحت نفس الكتر والجدار الأمامي للمعدة قد الجدار الخلفي بالزبط وخط الدبابيس موجودة على الجنب المعدة جنب المعدة اللي تقصت اللي هي على جنب الأنبوبة بحيث أن تتحول لأنبوبة متكاملة الكتر من أول فوق لغاية تحت عشان ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل وده اللي الناس كتير بتسأله بتقول هو ده التكميم طب هو إيه الفرق بين تكميم وتكميم وهل يوجد فرق بين تكميم وتكميم وطبعا بالطبع فيه فرق لأن فيه فرق مهارة وفيه فرق جراحة إحنا مش هدفنا بالتكميم مجرد أن إحنا نخش نقص حتة من المعدة فإحنا شننا جدار المعدة قللنا من الحجم وشننا من هرمون الجوع إنما هو كيفية القصة أنا بشبهها بالضبط كنوع من أنواع الوقت تيلورينج الخياط بيخيط بس فيه خياط عن خياط إن هو بيفرق في كيفية الرسمة للمعدة إزاي أن أنت تقص ويبقى في آخر العملية الأنبوبة لها جدار أمامي وخالفي والاتنين قد بعض إزاي أن أنت تقص وتبقى متوازية ونفس القطر للأنبوبة من أول فوق لغاية تحت لأن لو فيه أي حتة من القص فيه حتة دايقة شوية ممكن تخلي العيني يحس أنه عنده إحساس بالترجيع ممكن تخلي العيني يرجع ممكن تعمل مشكلة زي مشكلة التسريب لأن لما بتضيء فممكن الضغط الجوة المعدة يزيد وبالتالي ممكن يؤدي أن يحصل تسريب اللي هو طبعا أن فيه حتة من الدبابيس تفوق فهو الفن من وجهة نظري في المهارة ثانيا الألات الجراحية زي ما قلت حالك الدبابيس اللي عندها قدرة على تيجي مين وتيجي شمال تتحرك آه نها تتحرك جو إذن بدأ العالم يعني برضو ده متوافر يعني فكرة إنه هي ده طبيعي ده 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 العادي لكن العملية نفسها بعيدا عن الدخول العملية نفسها تعتمد على مهارة صناعة استوانة معادية جديدة كلمة استوانة دي ها كلمة فعلا يعني معبرة ودقيقة استوانة معادية دقيقة تعبيراتي كلها دخل لأن الأكل بيبدأ ينزل إحنا لو خدنا بنا فيه حاجة حتة اسمها شارع المعدة اللي هو أول اللي موجودة على الاسر كارف اللي هو أول ما الأكل ينزل اللي هي الحتة دي دي الحتة دي اسمها شارع المعدة إزاي أنا أقص المعدة وخليها بنفس نفس صورة الفيديو وده الكلام اللي احنا بنقوله للناس لما بنجد نشرح لها إحنا أملنا كلنا كجرحين إن إحنا نطلع نفس الصورة اللي موجودة في الفيديو بس دي تطلع إزاي؟ دي أنيميشن عشان تطلع في الحقيقة محتاجة براكتس كتير محتاجة عدد من الحالات مع تيكنيك كتير آه طبعا براكتس الموضوع موضوع براكتس ممارسة لا دي عايزة دقة شديدة إننا خلي أصل خلي بالكم لو إحنا رجعنا للصورة دي جعنا سويا آيوة يعني بس نالها كده الصورة دي تبال صورة أحادية المنظر لكن هي زي ما فيه وش للصورة فيه ضهر للصورة زي ما فيه وش للمعدة اللي هو أنتيروسيرفس فيه مستيروسيرفس آه فازاي تخلي إن الجزء الأمامي من المعدة اللي هو الجدار الأمامي يساوي الجدار الخلفي دي صعب جدا عشان يخلي حركة الأمعاء الطبيعية اللي ربنا حاطتها كنوع من أنواع الحركة اللي هي إرادية بصورتها الطبيعية وإن الأكل ينزل من فوق للغاية تحت في الطبيعي في الشرع بتاعه شرع المعدة وإن الكيفية إن ما يحصلش نوع من أنواع الارتجاع ما هو الناس لما بتتكلم على التكميم وبتبدأ تدور على العيوب بتبدأ تتكلم على موضوع ارتجاع المريء ارتجاع المريء ده ممكن يحصل لو التكنيك مش مزبوط التكنيك ده اللي هو إيه اللي هو طريقة كيفية قصة المعدة هتبقى مختلفة في القصة أكيد هتبقى مختلفة في القصة ليه؟ لأن إحنا الناس مختلفين فأنا من وجهة نظري إن العمليات كتكميم أو تحويل تقارن وتقيم بنتائج العينين مش بالكلام اللي هو التجربة الفعلية اللي هو أنت عملت آه فعلا أنا عملت طب إنت إحساسك إيه؟ كان التجربتك إيه؟ طب رجعت طب رجعت إزاي؟ يعني من الحاجات الكتيرة اللي إحنا بنقابلها في عمليات التكميم أو التحويل يجي العين يقول إيه؟ أنا برجع طيب بترجع بترجع الميا؟ لأ بترجع السويل؟ لأ بترجع الأكل؟ آه بترجع إيه؟ بترجع الشربة؟ آه ألا بترجع العيش؟ لأ برجع إيه؟ برجع اللحمة طب وهاللحمة ليها فترة لأن البروتينات بتبقى تيلة جداً على المعدة في الفترة الأولانية اللي هي أول تلات تشهر فهضمها بيبقى صعب لازم تتاكل بطريقة معينة في حاجة غفلة عن الناس اللي بتعمل تكميم وتحويل كمرضة إن إحنا بنغير زي ما بنغير من طبيعة المعدة إحنا بنغير من الفكر زي ما لما كنا بنتكلم على التكميم كنا عملين نتكلم على تغيير الفكر تغيير الفكر تغيير الفكر وكأننا مؤتمدين على إن تغيير طبيعة المعدة ده شيء ميكانيكل ميكانيكي إحنا غيرنا ميكانيكياً المعدة كانت كبيرة فأنا غيرتها إن أنا خلتها صغيرة بس أنا أغفلت حاجة مهمة جداً أنا ما قلتش للعيان أنا غيرتها إزاي فهتتعايش معها إزاي فهو بمنطقة البساطة أنا غيرتها ميكانيكياً إن أنا قللت من حجمها بصورة معينة باقت أنبوبة المفروض أقول له أنا في الفولو أب كمتابعة إزاي يتعامل مع الأنبوبة دي كطريقة للأكل والشرب لأن أكيد هتبقى مختلفة عن تعامله مع معدى قد كده فدي لها أسلوب في التعامل وهو دي فايدة المتابعة يعني فايدة المتابعة كجراحة هي أول شهر بعد شهر من العملية المتابعة كجراحية انتهت لأن أي أعراض جانبية قد تحدث نتيجة للجراحة أخرها 30 يوم طب بعد 30 يوم هو فيه متابعة مع التغذية عشان يديله الجزء نيوتريشن وجزء الفايتامينز بس فيه جزء مهم جداً هو كيفية تعليم العيان إزاي يأكل في التكميم غير التحويل لأن أنواع الأكل هتبقى مختلفة إحنا هدفنا في الآخر أنه هو يأكل أكل عادي زي ما كان بيأكله قبل العملية عشان نوصل للمرحلة دي إحنا بنقعد تقريباً من 3 إلى 6 شهور اللي هو بنسميها فطام المعدة دايماً الحوار عن السمنة في كتير من الحالات بيكون حوار وردي وردي يعني إيه؟ حالة السمنة جاية زي الفل تدخل عندها زيادة وزن 30-40 كيلو زيادة 50 كيلو 60 كيلو تمام هتدخل تعمل عملية تطلع دنيا زي الفل بنسلم على بعض باي باي هنتعمل مع بعض بعد كده تنضم للنادي ونعيش حالتنا لكن في حالات جاية عندها فشل في عضلة القلب تشعبها في التنفس عندها مشكلة خاصة بي يعني تخد التخدير عندها مشكلة في احتمالية جلطة في الساق قبل كده أو تاريخ من الجلطات عندها مشكلة انه الكبد في كمية الدهون عالية جدا جدا هنا حالات عارجة يعني دي حالة بيبقى كله متوتر فيها مش كده ولا ايه طبعا ايه بقى احكيه لي اه كسور في عضلة القلب احنا قابلنا عيانين بقى عندهم كسور في عضلة القلب كتير اللي هو عنده مشكلة طبعا لزيادة الوزن كبيرة واصرت على القلب او هو عنده مشكلة في القلب قبل كده فبتبدأ يبقى فيه كسر اكتر فبيبدأ يحصل زيادة في الوزن كويس في حالات احنا عملناها كان الاجيكشن فراكشن بتاعها 30% 30% ايجيكشن فراكشن ده لا يتناسب مع ان هو يطلع السلم او ينزل السلم هو قاعد حالة حركة يعني هو هو قاعد في خطورة نفسه هو نفسه حالة خطرة وانت عارف ايجيكشن فراكشن له قوة عضلة القلب ستروف وليوم على الاند بس فالعيانين اللي زي دول بيبقى عندنا دايما خيارين هل هو هينفع يتخدر ولا لا يصلح انه يتخدر كويس لو لا هنفترض انه لا يصلح انه هو نقوم العملية عن طريق تغدير طبعا فيه طرق بدأت تطلع وانا بعتبرها نوع من انواع الدعاية والاعلان اكتر منها نوع من انواع الناحية العملية لان احنا جراحين واسازة في الجامعة ان فيه تغدير موضعي لعمل عمليات التكميم والتحويل وانتشرت في السوق ان فيه تغدير موضعي وتعاملت حالات على ارض الواقع بتغدير موضعي بس فيه قلم والعيان صاحي وبصص الكشفات بتعطوط العمليات وقلقان جدا كويس والفلد دي لان العضلات مقفولة لانه بيقدر يتحكم في عضلاته ودكتور التغدير متنشن جدا لان العين صاحي والجراح بيشتغل تحت استرس رهيب جدا لان الالات نشفة لان البطن مخشبة وشدة فالاجواء كلها مشدودة فنسبة ان العملية تعدي بامان لو افترضنا ان هي نسبة 90% ليه؟ 80% طب ليه؟ هل هو نوع من انواع الدعاية وارد؟ هل هو من انواع شد العضلات ما ينفعش فرض العضلات مع العياني؟ فاحنا بنكلم في بنج كلي او تغدير كلي او بنتكلم ان المريض ده لا يصلح ان هو يتخدر اه لا يصلح ان هو يتخدر ساعتها ده بيبقى الملجأ اعتقد اللي ممكن انصح به لعمل بلونة اه يبقى ده الحتة اللي يشتغل ببلونة غاية لما يقل شوية ويمفع يتخدر يمكن هو ده الانديكيشن الوحيد يعني ام تقول ان احنا بعد اذنك حضرتك هتروح تعمل بلونة في الحالة دي ان هو ان احنا ما نقدرش نخدر نتيجة نغم ان احنا بنقول ان البلونة بدأت قوتها تتأثر في الفترة الاخيرة بس دي من حاجات البزط في البلونة البلونة فشلة اه البلونة بالنسبة لي انا كجراح فشلة اه لم تعطي نتائج جيد لم تعطي اي نتائج اه والناس اللي تتكلمت على بلونة من ثلاث سنين وعملوا بيها طفرة اعلانية على البلونة ونزول في الوزن اعتقد ان هم دلوقتي ما بيتكلموش بيتكلموا في حاجة تانية اه فالبلونة انا بقول لحضرتك اللي هي ده اللي ممكن اقول فيه كلمة بلونة ان المريض ما ينفعش يتخذ ليه بلونة لان البلونة هتنزله تلاتين كيلو لان احنا بنتكلم في وزن عنده عضلة القلب اتنين وتلاتين في المية فهو وزنه لا يقل عن مية وخمسين كيلو فلو نزل من عشرين لخمسة وعشرين كيلو عن طريق البلونة عضلة القلب ممكن كالقوة بتاعتها احنا شفناها بتزيد عشرة تبقى تقريبا تمانية واربعين ممكن تصل لحد الخمسين في المية اللي يسمح ان هي تتخذ كده هو مش هارتفيلير هو مش هارتفيلير اه مش هارتفيلير فالبلونة تخسسه عشرين خمسة وعشرين تلاتين كيلو وتفر الوقت اللي احنا هنقعد فيه البلونة ممكن نعادها ستة شهور وممكن نشيل البلونة ستة شهور ونحط ستة شهور تانيين واحنا عارفين ان هي مؤقتة وان البلونة دي مؤقتة وانها لا تصلح لان هي وسيلة غير فعالة لنزول الوزن عشان يبقى الكلام واضح جدا هي وسيلة مؤقتة هي ترانزيان حاجة كده زي الترانزيت عشان يخش عملية هي الترانزيت الترانزيت هو ايه ترانزيان ده اللي هو ايه اللي هو واحد عنده طيارة رايح في حتة فبينزل في حتة يقعد ساعة ويكمل في طيارة تاني صح كده؟ ياخد في الجانب قهوة اه ترانزيت بس اه فهي مؤقتة اه بحيث انه هو ينزل فينفع يتخدر اما المريض اللي هينفع يتخدر هو بالحالة دي بعد العملية بشهر احنا شفنا قوة عضلة القلب بترجع للطبيعي ان مستوى الكوليسترول بيرجع للطبيعي ان السكر بيرجع للطبيعي بس رجوع السكر ده حوالي اسئلة كتير قوي لان الناس بعد عملية تحول المصار بتبدأ في خلال اول شهر شهرين تقيس السكر بعد الاكل هو متعود ان ايس السكر فبيلاقي السكر تلتمية وربعمية بعد ما يأكل بتحول المصار بس كمان بيرجع التاني يقيسه بعد تلات اربع ساعات يلاقيه بقى تمانين لما وعشر فبيبقى طبعا جاي العيادة في المتابعة بالذات ما وضعه السكر ده ازاي لما عمل تحول المصار بقى انا لما يأكل وايس السكر بتاعي ألاقيه عالي كده الميكانيزم بتاع تحول المصار وتزبيطه للسكر ما بيقيمش بالاياس على مدار اليوم انما بيقيم على مدار السكر التراكم في ثلاثة شهر اه HPA1C بس وده كل الناس اللي عندها سكر عرفة ال HPA1C اللي هو سكر التراكم ده بيقيس مدى انضباط السكر على مدار الثلاثة شهر اللي فاته بأيا كانت طريقة اللي بتستخدم لهذا العلاج العلاج السكر يعني انضباط السكر بقراس او انضباط السكر بانسولين او انضباط السكر بدون علاج اللي هو انا وانت الناس طبعيين ما عندنا السكر يعني لو قسنا السكر التراكم دلوقتي هلأ ايه من خمسة لغاية ستة اللي هو ده الطبيعي ده معنى كده ان السكر بتاعنا في الثلاثة شهر اللي فاته طبيعي لان احنا ما عندنا السكر وانناخدش علاج طب لو بناخد قراس هيقيس برضو مدى انضباطه بالقراس طب بناخد انسولين هيقيس مدى انضباطه بالانسولين الناس اللي بتبقى جاية جاية عاملة تحول مصار بيبقى اتناشر وهو بياخد انسولين فغلط ان يقيس بعد الاكل فاقول ثلاثة شهر وبعد كده بعدها بساعتين زي ما هو متعود لأ انت هتقيس السكر التراكمي بعد ثلاثة شهر من العملية وتقارنوا بالسكر التراكمي اللي كان قابل العملية فرشور هتلاقيه ان شاء الله بقى ستة فهي دي برضو اللغة اللي بيبقى عند العينين في قصة تأسير تحول المصار والسكر وازاي هو لانه برضو العين زكي هو جاي عشان يعمل عملية عشان السكر طب عملت لي تحول المصار اه طب انا باكل زغير دلوقتي اه انا بخس طب انا مبسوط طب فينه السكر انا عايز اقيس السكر عايز اعرف السكر اخبره ايه فيبدأ هو ايه زي ما عايز اتطمن احنا عملنا عملية فيبدأ اقيس بنفسه هو مش كده لا احنا بنقيس السكر التراكمي انا عايز اعرف عملية عملية وضحة عليك اه انت ازاي انت ربت لي تحول المصار بيضيع السكر انا بقيس بلقيه تلتمية ازاي اذا السكر التراكم اه ولقوا فيه نقطة كمان مهمة في اول شهر بنعدة عملية ناس اللي عندها سكر وعملين تحول المصار السكر متلغبط متى ما تقلقش انت ليه الان انا تلاقي العين الان جاي بعد اسبوعين انا بقى بقيس السكر ومتلغبط متلغبط انا شوية فوق وشوية تحول اه طب ازاي انا لسه عامل عملية ما هو لسه فيه جروح ما هو فيه ترغمة ما هو فيه خبطة هو انت لما كان قبل كده بيحصل لك جروح في بطنك بالسكر بتاعك كانت بتقفل لا طب اش معنى جروح تحول المصار قفلت معنى كده ان السكر من اول ما حصل التوصيلة ما بين المعدة والامعاء هي بدأت هرمونات تطلع وبدأ يحصل تنشيط ونحن زمان كنا بنسهلها بنقول على كأن بيحصل بنقفل جهاز اه جهاز الديكودر ونفتحه تاني فيبدأ يحصل update للقنوات هو ده نفس الكلام اللي حصل اول ما التوصيلة دي بتحصل بيبدأ يحصل تنشيط للهرمونات على مستوى الجسم كلها منها البنكرياس ومنها المبايد الـ لان التكاييسات المبايد بتختفي بعد عملية تحول المصار فهي الهرمونات اتنشاطت ما تقلقش بس يعني انتظر اصبر ثلاثة شهر قولي بقى الحالة الحارجة بتبقى لها قصص هي اللي بتبقى باقية في الزاكرة يعني دايماً الحالات الصعبة الحارجة اللي بيبقى فيها الواحد بوردالاين ممكن يحصل فيها يعني تخوف شديد من كل الفريق الجراحية اللي دي بتبقى فضلة في الحالات البسيطة الجميلة بتعادي اه انا ما بفتكرش يا بص وانا في العادة الحالات الحارجة دي بتبقى من اجمل الحالات اه الحالات الحارجة هي تحدي اه الحالات الحارجة اللي هو ايه ان حد داخل واربع شايلينه جاي على مشاية جاي على عكاز اللي جاي على مشاية واللي جاي على عكاز او اللي جاي متسند دي اعتقد ان هي الحالات disability ايوه دي اللي ببقى انا فرحان وهي داخل لان لو ربنا اراد وعملناها وان شاء الله قام بالسلامة هتيجي في يوم الايام ماشي على رجليها ودي حاجة فرحة هلوة بس فهو ده اللي بيحسسك ان انت فعلا عملت حاجة مختلفة الموضوع مش موضوع تجميل ان احنا هنزل 30 كيلو زي ما بقى يعني موجود بقى دلوقت ان هي ناحية من انواع التجميل وان احنا ننزل الوزن اه قدم اه اه كلمة disability اللي هي عاجز على الحركة او عاجز على ممارسة حياته بصورة طبيعية اه فساعتها بيبدأ يلجأ ان هو يعمل العملية فا دخلته وهو داخل على عكاس زي مقتلك او على مشاية بتبقى في الزهن ان ان شاء الله يخش يماشى على رجليه بعد شهرين او 13 ودي يمكن في حالة احنا كنا عاملينها قريب اه ظروف انسانية وقصص ومن كتربة هي خلاص ها اه قعدت اه وبقت قعيدة وراكدة في الفراش وبدأ يزيد وزنها وطبعا اه وصاحب طبعا ان فيه ديسك فيه قدرة على عدم الحركة تقريبا بقت يعني انسانة نايمة في السرير تمان ما بتتحركش فبدأ يحصل كمان دمور في العضلات قعدة كده بقالها سنتين اه وحالتها كانت تستدعي ان هي لازم تنزل في الوزن لان هي بتبقى سلسلة يعني هي خلاص هي قعدت فنامت فخلاص ما بقتش قادرة على الحركة فبدأ الوزن يزيد العضلات ما بتتحركش فيبدأ يحصل دمور فده كترة العظم عشان يبدأوا ان كانوا هيعملوا تغيير مفاصل او هيغيروا يغيروا ديسك في العمود الفقري فقولك لازم الوزن يقل فبتبقى دي نوع من انواع لتشالنج اللي هو عملنا لها تحوول مصار والفكرة بقى ان احنا ان انت انت هتعمل تحوول مصار وهتعمل عملية المشكلة مش جوه قط العمليات قدم المشكلة فيما بعد غرفة العمليات اللي هي المدة سنة اللي هو ازاي تعمل حاجة اسمها ريهابلتيشن اللي هو اعادة تأهيل يمكن احنا جنس في الدكتوراه في 2006 سؤال الريهابلتيشن او 2005 اعادة تأهيل احنا استغربنا هو احنا كجراحين ممكن نفكر في اعادة تأهيل اه طبعا لان احنا مش مجرد ميكانيكس احنا ما بنعملش عملية لا احنا بنغير من 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 الناحية الميكانيكية كجراحة انما لازم يكون في جزء تاني قعد التأهيل قعد التأهيل نفسي قعد التأهيل حركي قعد التأهيل من كل الوجه دي اه انت بتنورني وبتساعدني بحوارك الممتع للغاية قبل ما امشي مع المحاور الرائع و طبعا صاحب الاسوب المتميز ضيف العزيز الصديق والزميل العزيز سؤال الدكتور وليد ابراهيم عايز اقول لكم انه السمنة بتأثر على الحيانات المنوية وعلى صحتها وحاجة غريبة قوي تخيل ان السمنة دي بقى حاجة ما تخصش الجراحين تخصي نحن ليه علاقة بالنوم قدام التلفزيون سبب الدراسات بتقول ان النوم قدام التلفزيون وهو شغال بيعمل سمنة مفردة وانه كمان النوم والضوء شغال ده الأطفال بيزود السمنة فلازم الولاد ينموا في ضلمة حلوة دي وهدوء وهدوء ضيف العزيز الاسوب دكتور وليب إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة واستشاري جراحات المناظير بكل الطبيعة جامعة عن شامس عضو التحدي العالمي لجراحات السمنة الافس والاي اف اس او كان في واحدة من حلاقاتنا الممتعة كالعادة في السمنة المفرطة حفظوا على صحة أولادكم حفظوا على صحة أحفادكم بلاش الهدية تكون في صورة شوكولتاية أو بيبسي أو آس كريم خلوا الهدية في صورة لعبة الرياضية وكمان الناس اللي بتعمل بنزينات كتيرة دلوقتي جديدة كل بنزينا جمبها مطعم ليه ما فيش بنزينات يبقى جمبها ملعب سلة زي في أمريكا زي كل بنزينا يبقى جمبها ملعب في تنبسات بينجبونج بالفلوس يعني حتى يعني الناس تدخل تأجر تلعب شوية النص ساعة بكذا أدخل ألعب شوية بينجبونج السلة بفلوس وحط مطعم جنبها وخلي الإنسان يقارن هل هيدخل يأكل ولا هيدخل يلعب شوية السلة مع أولاده يفرحه مع حاجة لطيفة الناس خارجة هنمون ونحط العربية ونوع نلعب شوية السلة أنا أولادي فكرة ممكن تكون فكرة مش مكسبة بدية مطعم بتكسب نهارتها دكتور ألي شكرا خليكم دايما مع دكتور